هذه المؤشرات الواضحة للجانب الإسرائيلي بأنه سيقتحم جنوب قطاع غزة كيف ترى هذا التحول في هذه المعركة ولماذا لم تأخذ إسرائيل الهدنة تحياتي استاذ أحمد للحضرتك ولمشاهدين قناة التغيير الكرام حقيقة إسرائيل رسمت أهدافها في هذه المعركة وهي تقطيع قطاع غزة إلى أجزاء فصل قطاع غزة وتقطيعها إلى أجزاء ثم محاصرة الفصائل في داخل هذه الأجزاء التي تصغر يوما بعد آخر يعني كان هدف إسرائيل المعلن هو القضاء على حركة حماس والقضاء على جميع أفراد حركة حماس بحيث أنه بعد انتهاء المعارك العسكرية لم تبقى هناك أي حركة لحماس من الممكن أن يبقى فقط التمثيل السياسي الخارجي الذي هو خارج قطاع غزة ولكن في قطاع غزة الهدف المعلن لإسرائيل هو عدم بقاء أي أثر لحركة حماس من هنا جاءت استراتيجية بتقطيع هذا القطاع هناك حديث يدور حول أيضا الأنفاق التي ذكرتها استاذ أحمد هناك حديث يدور حول إغراق هذه الأنفاق بمياه البحر وحول محاولة القضاء على هذه الأنفاق كليا لذلك اليوم الحرب تتخذ مسار دراماتيكي بالتوغل داخل جنوب قطاع غزة ونحن نعلم أن إسرائيل طلبت في البداية من جميع السكان التوجه إلى جنوب قطاع غزة خصوصا سكان الشمال لذلك هذه هي الاستراتيجية المعلنة حاليا لدى إسرائيل عدم إيقافها للحرب هي لا تريد أن تعطي مجال لالتقاط حركة حماس يعني استعادة بعض القوى أو محاولة تمديد الهدنة لأن وقف اطلاق النار أو الهدنة الإنسانية ستلحقها تمديدات وعدم استئناف يعني اليوم المعركة في زخمها لا تريد إسرائيل حقيقة إبطال أو إيقاف هذا الزخم المفروض يعني هي محاولة تصعيد وهنا يعني هناك ملاحظة يعني ثلاث ملاحظات مهمة في هذه الحرب الملاحظة الأولى أنه لم تنجح الفصائل الفلسطينية ولا حركة المقاومة ولا يعني إيران ولا الدول العربية لم تنجح في إبطال هذا الهجوم بالعكس هذا التصعيد ما زال مستمر من قبل إسرائيل وهو تصعيد بشكل وحشي وهنا إسرائيل أيضا الملاحظة الثانية أنها كسبت نقطة في البداية وهو تعاطف دولي دعم أوروبي دعم أمريكي غير محدود وهذه سياسة الولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت ثابتة بعدم التدخل وفي نفس الوقت دعم إسرائيل أما سياسي دعم في المحافل الدولية وفي الإعلام وفي على جميع المستوات ودعم عسكري بإعطاء السلاح وإعطاء التمويل إلى إسرائيل والتغطية على أفعال إسرائيل في داخل قطع غزة الملاحظة الثالثة هو كشف حقيقة حقيقة أن هذه الحرب كشفت لنا حقيقة ما تدعيها المقاومة الإسلامية ويعني أدوات إيران في المنطقة من توحيد الساحات أو محور المقاومة بككل يعني حزب الله الحثين الفصائل المقاومة في العراق سوريا وجبة الجولان أن هذا كان مجرد كلام نظري لا وجود لواقع حقيقي بدليل أن إيران تقول اليوم وعلى لسان المتحدثين الذين ذكرتهم ريترز ولكن لم يعلنوا عن أسماءهم حول لقاء السيد إسماعيل هنية بالمرشد الأعلى وأن المرشد الأعلى قال له أننا تفاجئنا وأننا لم نكن على علم لذلك لا نحارب اليوم نحن وإيران لا تدريد أن تدخل في حرب في قطاع غزة لأن الفصائل الفلسطينية أو حركة حماس هي التي بدأت هذه الحرب إذن إيران ليست مستعدة إيران لديها برنامج نووي ولديها خطط عسكرية ولديها يعني إيران دولة لا يمكن لإيران أن تتصرف على أساس أنها فصائل مقاومة انتحارية تستطيع أن تبدأ الحرب متى تريد وأن تخوض غمار هذه الحرب إيران لذلك اليوم جاءت وطلبت حتى من إسماعيل هنية حسب المتحدثين أن يكف هذه الأصوات التي تدعو إيران إلى التدخل إيران سوف لن تتدخل حزب الله سوف لن يتدخل كذلك سوريا سوف لن تتدخل ما يحدث في المنطقة هو مجرد إعلانات رسمية من الحوثيين من فصائل في العراق واستهداف لبعض القواعد العسكرية الأمريكية وهذا الشيء كان وارد حقيقة ليس بشيء جديد هذا كان وارد على مدى السنوات الماضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر